بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء السابع من الفصل السابع لمكرر نظم التشغيل في الجزء ده جماعة برضو هنتكلم عن لغارات من الديسك سكيدولينج وهنسميه سي لوك تعال نشوف مع بعض سي لوك ديسك سكيدولينج هو يشبه السيسكان يعني في شبه من يلما السيسكان ولكن هيختلف في طريقة بسيطة نقولها مع بعض برضو هنحط القيو قدامنا زي ما انت شايف ونقول الهد عند 53 زي ما اتفقنا قبل كده ونبدأ نمسح ناحية اليمين يبقى نمسح من 53 لغاية ما نصل للنقطة 183 في السيسكان يا جماعة كنا بنصل للأطراف كنا بنصل للمية تسعة وتسعين وكنا بنصل للصف لو تفتكر لا هنا الطرق دي بتقول لا لا أقف لغاية آخر نقطة عندك في القيو في الطبور اليمية تسعة وتسعين لا تتعداها يعني ما تروحش اليمينة تسعة وتسعين المساحة دي كلها مش معانا جميل طيب وكذلك اعمر ريوايند يعني برضو اروح للنقطة الخلفية ماش كده واصل للنقطة دي من ايها من اتجاه الاخر وابدأ امشي اخدم بقى مين اخدم ال 14 ثم ال 37 يعني هتسأل سؤال يعني ما روحش نحط الصفر لا ما روحش نحط الصفر هنا هيحصل ريوايندينج لمين لعند ال 183 وال 14 وكأن نقطة ال 183 تطبكت مع نقطة كام ال 14 معايا جميل واذا المساحة دي كلها المسافة اللي احنا مشيناها من هنا من 183 لغاية ال 14 كأنها مش موجودة تلغى في الحسابات ليه؟ ما احنا اتفقنا ان النقطة 183 متطبكة مع النقطة 14 معايا من اين؟ من اتجاه الاخر للسلندر اذا الهد لانيو يبزل اي مجهود في الحركة من 183 لكام ال 14 اذا المساحة دي كلها مش محسوبة معايا طيب لو انا عايز نحسب ال number of cylinders اللي احنا اتحركناها نقول number of cylinders تتحسب ازاي؟ نحسبها مع بعض نقول من 183 ناقص 53 زائد زائد مين؟ ها؟ صح برفع ليه؟ 37 ناقص ال 14 اجمعا دول بقى انت مع نفسك كده اعمل دي الواحدة ودي الواحدة واجماهم على بعض شوفوا الناتج اللي اطلع كده الناتج اللي هو ده يا جماعة شايفوا الناتج ده هو هو number of cylinders اللي احنا اعملنا عليها موفينج اتحركنا عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة